خلينا نعدي المرحلة دي لما عدت تاني أنك تطلعي بقى في الدراما بشكلها الجديد. لأن الدراما تغيرت على مدى طبعا يعني أكتر من مرحلة وأكتر من زمن وتغير ناس. تغيرت الدراما. لما رجعتي تاني والناس شافتك في جزيرة غمام وكت عاملة دور مليحة. ما تخضطيش من رد فعلا الناس لما قادت تقول مين دي مين دي رغم أنك موجودة ومعروفة. يعني بس هقولك على حاجة هو الأستاذ حسين المنباوي أو الشركة الانتاج عملت حاجة لطيفة جدا. كنا زعلانين منها قوي وقتها. إنه مش كاتبين أسماء على التتر. صحيح. مش كاتبين أسماء خالص لأن معاني جون كبار يعني غنيين على التعريف يعني. لكن أنا واحدة زي عاملة دور مهم كان نفسي اسمي يتكتب. بس لما تزاع المسلسل ولقيت إن مؤشرات البحث في كل السوشيال ميديا بتسأل مين دي مين دي مين دي. والدنيا تقلبت أنا فرحت إن أنا اسمي ما كانش موجود. أيوة. جدا. يعني دي حاجة. حسيت إن البازل مجهود أكتر من اسمك موجودة عشان يعرفوا مين دي. هو كده بالضبط. فأنا اتخضيت وقتها لكن كنت قد إيه سعيدة جدا جدا برد الفعل ده. لو عملتي لي كده مقارنة يعني أتكلم معيكي برضو على الدراما مقارنة زي ما عملتي أصيلة في البداية خالص. أيوة. وزي ما عملتي جزيرة غمام ده زمن وده زمن دي معطيات وإدوات وده ما. إيه التغير اللي حصل وبصراحة. في إيه. في إيه. بالنسبة لك إنتي. لا في إيه التغير تقصدي في إيه. في وجودك في جوة الستوديو في التعامل. لا طبعا أنا أنا يعني أنا بدأ صغيرة جدا مع مخر كبير جدا جدا اسمه نور الدمرداش. فأنا كنت يعني لا عندي وجهة نظر ولا عندي رأي ولا عندي أي حاجة خالص. أنا بدخل أقول حاضر وطيب ونعم وخلاص. وممكن ما كونش مقتنع قوي بحاجة أنا بعملها لكن ما عنديش رأيي. أيوة طبعا أنا أصغر من كده. خبرتي قليلا. بالضبط. إنما دلوقتي لا أنا ما بيجيلي دور أنا بعد أشتغل. أنا بعد أذاكر. طبعا. وأي حاجة عايزة أتكلم فيها بتناقش مع الأستاذ المخرج. ودلوقتي بقى فيه المساحة دي. مش عشان أنا كبرت. لا بقى فيه المساحة دي دلوقتي الدنيا اتفتحت أكتر. أيوة. بقيت أي حاجة عايزة أتناقش فيها بتكلم مع الأستاذ وبسأله وبتناقش معاه. وفي النهاية بنوصل لوجهة نظر قريبة جدا من بعض. فطبعا دي حاجة. وإحنا في النهاية إحنا كمشاهدين بنستمتع. عارفة ليه بسألك السؤال ده. عشان بحس كمان إنه الفنان لما بيوصل لمرحلة الندوج بيبقى أكثر يعني استمتاع بأداءه. يدن.